طلع المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء لساحة لحضر موت المهندس مازن عبد الحكيم بن مخاشن صباح اليوم على سير أعمال إيصال التيار الكهربائي لساحة العروض بمدينة المكلة المنصة استعدادا للتحضير لمهرجان البلدة السياحي ويأتي هذا العمل ضمن توجيهات محافظ حضر موت وحرصه الشديد على إلى هذا الموقع أهمية بالغة كونه يعتبر متنفس عام للعوائل وإقامة الفعاليات التراثية الكبيرة في المدينة وخلال جولته شدد بن مخاشن على رفع وطيرة العمل بشأن استكمال جاهزية المشروع بإيصال التيار الكهربائي الذي يعتبر ضمن استكمال أوجه التعاون المشترك بين الجهات ذات العلاقة بعد عملية إعادة تأهيل ساحة العروض المنصة بالمكلة وتجهيزها لاحتضان هذه الفعالية السياحية لهذا العام ترجمة نانسي قنقر